سامي نادر أمام هذه العقوبات أمام هذا التصعيد في لغة الخطاب أوروبيا غربيا من قبل واشنطن أيضا تجاه روسيا وما يجري في أوكرانيا هل أخطأت روسيا من وجهة نظرك استراتيجيا بالإقدام على هذه الخطوة العسكرية الكبيرة واسعة النطاق في أوكرانيا؟ يعني اليوم الموضوع أن الرئيس بوتين هو أسير هذه الأهداف التي وضعها والرؤية التي أرادها لدور روسيا لمساحة نفوذ روسيا هو يعني لطالما قال أن أكبر نكسة عرفها التاريخ هي انهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي يبقى حنين دائم إلى تلك الحقبة وكل ما قام به في الفترة الأخيرة منذ عام 2008 حينما قدم جزء من جورجيا إلى عملية ضم القرم إلى اليوم العملية في أوكرانيا هي محاولة هي محاولة لإعادة هذا الفضاء ولكن هل سوف يترجم هذا بنفوذ أكبر على المستوى الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي؟ بالتأكيد لا ولكن سوريا روسيا عفوا تحاول اليوم الاستفادة والمراهنة على الانقسامات في المعسكر المضاد يعني المعسكر الغربي لذلك نجحت في اقتناص بعض الفرص في الفترة الأخيرة وكان آخرها حينما دخلت إلى الشرق الأوسط عبر النافذة السورية ولكن أخفقت في أمكان أخرى أخفقت في المعركة التي دارت بين أرمينيا وأزرباجان وبالتالي كل هذه المحاولات لم تكن مكللة بالنجاح اليوم المحصلة أننا أمام عالم أكثر توترا هذا سوف ينعكس ارتفاعا في الأسعار ارتفاعا في أسعار النفط انهيار للأسواق في الداخل الروسي تضخم هائل في أوروبا أوروبا مقبلة على سعود في الأسعار وبالتالي اليوم إذا هذه العملية كبوسعت شيئا من الفضاء الروسي وهذا ربما يدفعنا سيد سامي نادم للتساؤل عن العقيدة السياسية والعسكرية التي يسير بها الرئيس فلاديمير بوتين في هذه المرحلة وأيضا على صعيد العملية العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا صحيح صحيح وأنا أعتقد أن المستفيد الأول المستفيد الأول من هذا الصراع هي الصين التي جلست على المقعد الخلفي تدعم كل ما يضعف أمريكا لأن الصراع الحقيقي اليوم هو بين قوتين اقتصاديتين استراتيجيتين عظيمتين هي الصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة الإدارة الأمريكية في المرحلة الماضية حاولت استمالة روسيا لإحتواء الصين تم عكس ما فعل الرئيس نيكسون أيام الاتحاد السوفيتي حينما زار الصين مستميلا الصين لمواجهة أو موازنة الاتحاد السوفيتي وأحسن الرئيس بوتين في المرحلة السابقة اللعب على هذه التوازنات اليوم أعتقد فقد هذه القدرة على اللعب على التوازنات دخل في مواجهة مع معسكر كبير اقتصاديا واستراتيجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر